سباح الخير مشاهدي انتي ان مشاهدي ناين لايف حلقة جديدة من نهارك سعيد يا رب بتقضوا معنا نهار سعيد لمدة ساعتين النهاردة اول يوم في انتخابات مجلس الشورى كل شورى وحضراتكم طيبين ده اذا كان فيه شورى قريبا يعني اه مرة تانية سباح الفل هكون معكم انا واشرف وفادي سباح الفل يا جمعين سباح الفل سباح الخير يا سباح الخير يا اشرف سباح الخير كل مشاهدين 29 يناير 2011 بداية اسبوع جديد يا رب يكون سعيدة على الناس كلها يمكن من اهم الاخبار انه البورصة استردت جزء كبير جدا مما يعني خساراته الفترة اللي فاتت باجمالي حوالي 29 مليار في الاسبوعين اللي فات والاسبوع اللي فات بالذات كان فيه نطة عالية جدا نتمنى استمرار الوضع ده مع ملاحظة انه في وقت حدوث 25 يناير اهو ما حصلش حاجة والبورصة عالية فاللهو الخارج تقريبا كانوا اخد اجازة الحمد لله في الفترة دي عشان ما حصلش قلق في البلد الحاجة التانية انه زي النهاردة من سنة لو تفتكروا صباح 29 يناير كلنا بيتنا ليلة صعبة جدا ياريت نفتكر لجانة الشعبية ونفتكر الروح دي لانه نفتكر كل يوم عدى في الصورة لانه مش بعيد من سنة حصلت كنا كلنا اما في الشوارع اما وقفين وراء الابواب خايفين صباح الخير يا عشو صباح الخير فادي صباح الخير عيدة صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالامل والتفاعل عندنا فقرات لطيفة جدا النهاردة زي ما قال فادي بخصوص البورصة عندنا فكرة خاصة مع الأستاذ أحمد العطيشي مدير استثمار في البورصة هنتكلم عن الوضع في البورصة وخصوصاً آخر يوم في الأسبوع اللي فات كسبت لوحدها بس ستاشر وتلاتة واربعين من مية مليار جنيه معناها ايه؟ هنشوف بقى هنيعرفت مع فادي وآآ فقرة البورصة عندنا ايه عيدة؟ آآ من انكلمنا عن مجلس الشورى بقى فانا لازم اؤكد ان احنا عندنا النهاردة فقرتين يعني عن مجلس الشورى آآ ناس كتيرا لغاية نهاردة الصبح ميتقول انا مش هارف اروح انتخب مين وانا من الناس اللي برضو عادت عمل ادور وعاست واسأل وعمل سيرتش على الانترنت وبتاع بعيدا عن احنا فاهمين ايه دور مجلس الشورى او لأ بعيدا ان تصريحات حزب الحرية والعدالة ان احتمال كبير يتلغي ولا لأ لغاية ما كل ده يتم تحديده انا بعتقد انه دورنا ايجابي ودورنا مهم جدا ان احنا ننزل ندلي باصواتنا في انتخبات مجلس الشورى مع العلم انه اهم حاجة انه مجلس الشورى هيشارك فوضة لجنة المية اللي هي لجنة صياغة الدستور فلما نعرف ده بعتقد انه معلش يعني اخر خطوة فما ينفعش نسيب الدنيا في وسطها فخلونا نكمل انتخابات النهاردة والعاية ده الاسبوع اللي جاي فده شيء مهم جدا فانتكلم عن مجلس الشورى وانتخاباته وراحين فين وكل الكلام انا عايزة اضيف حاجة بس اشرف على كلام عاية ده انه فيه خبر بيقول انه المجلس الاستشاري بيجتمع بناء على تعليمات من المجلس الاسكري لدراسة تقصير المرحلة الانتقالية ده خبر لدراسة خروج من الازمة التقصير لمرحلة الانتقالية موضوع مجلس الشورى النهاردة عندنا يعني بروحين انا قلت فكرتين عندنا فكرتين مع الفادي وعيدة مع الاستاذ عبد الناصر سلامة الكاتب الصحفي نتكلم عن مجلس الشورى وانا مع الاستاذ هاني الديباني الكاتب الصحفي المحلل السياسي برضو هنتكلم عن مجلس الشورى عندنا فقرة هتبقى بتعملها زملتي عيدة مع الدكتور رفعة السعيد رئيس حزب التجمع هنتكلم معه عن مجلس الشورى وبشكل عام بقى الوضع الاخبار عامل ازاي يعني فاصل وراجعين حالا مع الاستاذ الكاتب الصحفي خالد ابو بكر ونهاركو دايما زي الفل يا رب